في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنه من المرتقب أن يتم الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للمملكة خلال الأسبوعين المقبلين وذلك بعد أن تم التوافق على عقد اجتماعات مكثفة لبحث المرئيات كافة هذا وقد عبر أستاذة النواب عن تفاؤلهم من التفاهم والتعاون الكبيرين الذي تبديه الحكومة الموقرة خلال اجتماعات المناقشات التي اجتملت على كافة المرئيات التي جمعتها لجنة الشؤون المالية في المجلس أعتقد الميزانية العامة للدولة هي أهم مشروع ناخي مجلس النواب حاليا هو المشروع مطروح في اللجنة المالية والاجتماع الأول الذي تم بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب ومجلس الشورى اللجنتين الماليتين وأعتقد أن هذه الاجتماعات مهمة لأنها تركز بالضبط على أمور تفصيلية في الميزانية جميع النواب اليوم وشوريين أيضا استلموا نسخة من الميزانية وقدموا مرياتهم على مستوى المجلس النواب تحديدا قدمنا مرياتنا فيما يتعلق بأسعار النفط فيما يتعلق أيضا بالمشاريع ميزانة مشاريع فيما يتعلق بأمور تفصيلية أخرى يتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية كل هذه الأمور قدمت على شكل مرئيات اليوم اللجنة المالية تحاول أن تحصر هذه المرئيات وأيضا تقارنها بما هو متاح في الميزانية بالنسبة لميزانة مشاريع القضايا الأخرى متعلقة بالمسائل التي تم التوافق عليها في برنامج عمل الحكومة متعلق بأوضاع المتقاهدين والأوضاع المعيشية وهو البند الأول في برنامج عمل الحكومة الذي توافقنا مع الحكومة فيه أعتقد هذا بند مهم ولها الأولوية في الميزانية اجتمعنا مع الحكومة وحددنا فيها أجندة الأعمال فصار اتفاق أن نجتمع مع الحكومة اجتماعين في الأسبوع من كل الأسبوع على ضوءها يتم إنهاء المرئيات والتفاصيل المصرفات والإرادات وغيرها من الأمور والمكتسبات التي نعمل عليها معهم لإنهاءها نطمح أن نسرع في إنهاء الميزانية الميزانية مهمة في أن المشاريع تمشي مهمة أن يتم ما بدلته الحكومة من جهد في أنها تقلل كثير من المصرفات وبنود التي كانت تتكلم عنها وتقلل عجز أن يتم إقرارها الميزانية عسى أن يتم تطبيقها فنطمح أن خلال الأسبوعين القادمين ننهي هذه الميزانية إن شاء الله رئيس اللجنة جمع جميع مرئيات النواب وقدمناها للحكومة وللأمانة نلاحظ تجاوب جدا إيجابي مع الحكومة الموقرة وإن شاء الله نحن متفائلين أن هذه الميزانية بتعكس مستوى المعيشة المواطن وبترفع المواطن للأفضل إن شاء الله وإن شاء الله الحكومة توصل لاختيار أولويات المشاريع الخدمية في الدوائر